السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد نشارك معكم في طريقة تحضير ليشوف واحد طريقة بسيطة وسهلة ومميزة نحتاج ليشوف واحد الحجم المتوسط نحتاج قنينة زجاجية معقمة نحتاج الخل السكر سنيدة الملح الخاشن و نحتاج جوج حبات الليمون بالنسبة ليشوف غادي نقطعوه انا كانت تفرس عندي هذ القطعة كانت صار حتى ترست ليه لما كانت شايدكم حسيم لغي الموس بطريقة عادية غادي تقطعوه هنا غادي نقطع ليشوف قطعة شكوية هون متوسطة لانا عندي القرعة كيف مشتوه الفم ديالها شوية واسع يعني انا نقدر انا ندخلهم منها المهم على حسب الحجم ديال قنينة ديالكم يعني قطعوه ليشو كيف ما بغيتو يعني الحجم اللي بغيتو شكل اللي بغيتو كي الناس اللي كي قسسوه يعني كي يخليوه على شكل شرائط انا زي ما كان فضل المهم كي يبقى تقطعه اختياري ديكم بالنسبة لهد اللي شورة كي يجيو الديد ورائع وصراحة ما غاديش ننكروه انه عندو فوائد كتيرة وبهالطريقة غادي تقدروا تاكلوا منو كمية كبيرة ما نكذبش عليكم من زي ما الصراحة انا الخضراء كنخليلها علاش لانه كنقدر ناكلها بوحد الكيمياء الكبيرة يعني احنا يجيو نظام الغدائي ديالنا كتلقاونا ليسوندويتش بزاف هاد الخار زي ما الصراحة بزاف اه طواجن ايلا ما كانش هاكا الجو بارد ودكش قليل فاش كان زي ما وما فاش كان ناكلوهم ولكن ما كتخضريش تديري جميع الخضر فيها هاد الطريقة ديالتخليل كتديري همش زي ما على شكل ديسالات وصراحة كتنوعي في الخضر ديالك انا يلا دخلتوا القناة ديالي را تلقوني ديري لكم مجموعة ديالفيديوهات على طريقة تخليل الخضر درس معكم الطماطم درس معكم الجزار درس معكم غنحت لكم فيديو من المورة هاد ديال الخيار يعني مجموعة ديالطم درس معكم الشيفلور تهوه زي ما صراحة هاد طريقة ديالتخليل كتخلينا اننا نتناول الخضر بكمية كبيرة كيف ما شفتوا معي هنا في القنينة درت كمية دياليشو من بعد ضفت الحامضة اللي قطعتها على الشكل اللي شفتوا درت السكر سانيدة وضفت الملح هنا ايا غادي نقطع الكمية الحراحتهية ما تخافوا يعني القنينة اللي استعملتوا ولا القرعة اللي استعملتوا حاولوا تدخلوا فيها اكبر حجم ديال اكبر عدد ديال دياليشو يعني تستعملوا ضغطوه مزيان باش ما تخليوش الفراغات بالخضر لانك فيما كتعرفوا ان الخضرامني كالطيب كتهبط يعني غتهبط غير مهم انكم ضغطوا عليها والصراحة كيفما كتليكم انا هاد الخضرامني نخللتها هادي مدة طويلة باش انا كنتستعمل الخضرام مخلة اه وعطتني فوائد كتيرة وحيت بها الطريقة طبيعية وصحية مئة في مئة بيدون مواد حافظة يعني ما كتحتاجيش انك تشريها من الخارج اه ما كتعرفيش اشنو ضيفين فيها هنا يكونوا متأكدين انه غادي نجحوا معاكم مئة في المئة واحد الطعم اللي هو رائع وفي نفس الوقت كتاكلوا خضر اه زي ما صحية يعني احنا يرى كيفما كتليكم في النظام الغذائي دينا مبقيناش كنا ناكلوا الخضر بهالطريقة والله ما تستغنوا عليها يعني استعملوا هاد هالطريقة وكيفما شفتوا هنا يرى هناك نضغط مزيان باش ما نخليش الفراغات كنحاول انني نضغط باكبر وندخل اكبر اعدد ديال زي ما نحاول ندخلها كلها فاديك القنينة لانك ضروري كيبقوا دك شوية الفراغات ما تخليوهم شي يعني اضغطوا عليها هناك غالين غالين نضيف القزبور حبوب عجبني نسمة دياله وضفت الملح من الفوق وغالين وريكم واحد الحاجة اللي بغيت نشاركها معاكم انه هم المو هناك ندير الما طيب التكيه طيب وكنخليه شوية يدفو وكنديره هناك في القرعة اه الى ما كانش عندكم احنا انا كندير هاد الفيلتر ديال الما اللي غالين وريكم مشكل دياله وكندير الفيلتر يمكنك تديره هناك من صنبور يعني ما تحتاجيش انك هادر الفيلتر هادر الروبيني العادي اللي كي خرج منه المال عادي وهذا مفيلتري يعني اه معقب يعني ما غالتحتاجيش انك تطيب الما وديره وتخليه هدفة شوية وعد تديره حيث انا الطريقة اللولة راه تدرسها لكم كنا عندي في القناة هاد الطريقة اللي كانت تتعمل ما ديال الفيلتر هانا شاركتها معاكم حتى هي ودك الما ديال الفيلتر مجرب مئة في المئة وكي اعطي واحد الطعم رائع هنا كيف ما شفتوا معايا هنا يرا هدرت ليها البلاستيك اه اما ديروا البلاستيك غدائي ولا بلاستيك عادي كما استأذملت انا اه وخيكون الغطاية ديالها ديال البلاستيك داروري دك البلاستيك يكون حائل باش ما كيتخليش النافذ ديال الهواء لداخل القنينة وباش متعفنش لكم الخضراء وكيف ما شفتوها ما كيبال لكم الحامض كيبال لكم الماء كنحركها شوية باش ندمج شوية العناصر ومن بعد غادي نحتفظ ديالها تقريبا عشر ايام ماكسيموم غادي يمكنك انك تستعملي هاد ليشو وتاكله بصحة والعافية ان شاء الله كنتمنا الفيديو ينال اعجابكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة